اهلا بيكو في حالك دي من الومني فيروس واتشور كنا اتكلمنا بلكده على نسخ مختلفة لسوبرمان النهاردة هنتكلم على نسخة جديدة هو سوبرمان كالفين إليس ناخد فكرة عنه وعن قدراته في الكوميكس كالفين إليس هو شخصية تابعة دي سي كوميكس او تزولي في الكوميكس كان في شهر مارس سنة 2009 الكلام ده كان في العضل رقم 7 من سيسالة الكوميكس فاينال كرايسز على يد الكتب الكبير جرانت موريسون هو من قرس 23 اسمه الحقيقة هو كالل اللي هي كالل بس لازق في بعض برضو من كوكب كريبتون اللي بينفجر بيوصل كوكب الأرض في صاروخ بيلاقي الزوجان إليس بيقرروا ان هم يتبنوا بيسموه كالفين بيكونوا فقرة بس بيعملوا كويس بيعلمون ان هو دايما يدافع عن نفسه بغض النظر عن الصعاب بيكتشف انه عنده قدرات تحت أشعة الشمس الصفرة بيقرر يبقى بطل بيبقى سوبرمان بيبقى منقذ المتهدين والمدافع عن السلام في جميع أنحاء العالم بيحارب لكسلوسر بينشق قلعاته الخاصة اللي هي فورد سوبرمان بيأثر في جيل من الأبطال بيأسس الجاستيس ليج من كتر ما هو ناجح هويته المدنية اللي هي كالفين إليس بيبقى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية اللي دايما بيحارب من أجل الحقيقة العدالة الحرية والمساوية بيبقى عنده برينياك المعطبر مقته دايما بياخد دوره كرئيس لأمريكا وقتا لما هو يكون بيعمل مهام كسوبرمان في قصة فينال كرايسز وبيتجند فريق سوبرمان عشان يحاربوا ماندراك بعد ما بيتغلبوا عليه بيكون واحد من الأبطال اللي بيساهموا في إعادة الاستقرار لنيو إيرس بعد ما عراقى ليه مع لكس لوسر بيكتشف أن لوسر عنده جهاز بيساعد على السفر بين العوالم المختلفة فيه بوابة بتفتح بيخرج منها ثلاث أشخاص واحد منهم بيموت على طول واحدة من الاتنين لسا عايشين بتقدم نفسها أن هي لويس لين وده اسمه كلار كينت وهم جايين من قرس 45 بتشرح له أن زمان هم التلاتة اخترعوا جهاز معتمد على اهتزازات الصوت بيحول الأفكار لواقع كانوا فكروا أن الكون بتاحهم محتاجي بقى عندهم بطل فبيعملوا سوبرمان بس ده مش بيهيش فترة طويلة بيبقوا فقرة بيبيعوا الجهاز للشركة معها فلوس الشركة بتعمل نسخة مشوهة من سوبرمان اسمها سوبردوم عن طريق سوبردوم هم بيسيطروا على العالم وبعد كده بيأمروا أنه هو يموت الصناع الأصليين للجهاز وبيطردهم هم بيلقوا طريقة يعرفوا يسفروا بيها ما بين العوالم المختلفة كان كل مرة بيروح حكم جديد هو كان بيموت سوبرمان بتاع الكونده دلوقتي وصلوا إرس 23 بنشوف أنه سوبرمان بالتعاون مع لكس لوصر بيعرفوا يوقفوا سوبردوم ويتغلبوا عليه وبيحبسوه ما بين العوالم بعد كده بنشوف أنه سوبرمان بيستدعي جهاز تسليك بيشرح لهم فكرة جهاز دوصر وبيطلب منهم أنهما يحللوه بعد ما بيغلب روبوت جاي من كون تاني هو بيأخذ بقايا الروبوت ده بيطلع على جهاز تسليك ساتيلايت عشان يطلب من الفريق أنهما يحللوا دراع روبوت ويعرفوا وجاي من أي كون وجود الدراع بالقرب من الجهاز بتاع الوصر بينشاطه فيه بوابة بتتفتح سوبرمان بيسمع من خلالها نداء استغاثة وبيتسحب لهوسو فيروز هوسو فيروز ده مقر عمليات عرق المونيتورز اللي دلوقتي بيكون انقرض فاضل منهم واحد بس اللي هو نيكس يوتن بعد كده نشوف أنه سوبرمان بيقابل أبطال كتير جايين من مختلف أنحاء المالتيفيرس وبرضه بيكونوا جوم غصبا عنهم ما كان بيقابل بطل اسمه ساندرر ده جاي من ارسي سيفن بيشرح للأبطال إن فيه عرق اسمه زي جينتري دول جايين من مكان خارج المالتيفيرس المكان ده توصف إنه هو عكس كل شيء طبيعي احنا عارفينه القوات بتاحهم اسمه امتي هاند وده يبقى الدراع ليمين للجريت داركنيس الجينتري دول دمره إرسي سيفن ساندرر ده الناج الوحيد نيكس يوتن ويعفوا قبضتهم لما كان جاي ينقذ ساندرر سوبرمان بيستخدام برينياك بينشطوا بيفعل الزكاة الاصطناعي اللي منجود في هاوس وفيروس اللي اسمه هاربينجر ودي بتقول لهم ازاي يسافروا بين العالم المختلفة عن طريق شفتي شبس في مجموع من الأبطال من ضمنهم سوبرمان بيقرروا ان هم ينقذوا نيكس يوتن ويروح على إرسي سيفن بس هم بيوصلوا على إرسي إيد بالغلط بيقابلوا فريق اسمه ريتالي ييتورز وده فريق معتمد تصميمه على الأفينجرز وفانتاستيك فور بتوع مارفل بيفتكروهم أعداء الفريقين بيخشوا قصاد بعضه في معركة في الوقت ده نيكس يوتن بيف اسم من كوزميك ايج بيبقى الدارك مونيتور بيبقى خادم عند الجنتري وبيستغلوا قوته لغازو المالتي فيروس بيحربوه الأبطال بتتحد مع بعض قصاده بييجي سوبرمان يقول له فوق انت مش كده وبيفشل فوق قناعه نيكس يوتن بيتحرر الأبطال بيحاربوا الجنتري بينضم للقتال كل الأبطال اللي كانوا موجودين في هاوس وفهيروز بينتصروا عليهم بيروحوا ايرسي سيفن بيقابلوا امتي هاند اللي بيقول لهم ده كان اختبار لقوتك وانا عرفتوا انكم مجموعة من الناس الضعيفة المرة الجاية انا هدمركم كلكو زي ما انا دمرت مالتي فيرس 2 بنعرف بعد كان المقصود بمالتي فيرس 2 هو البريك رايسز مالتي فيرس هو ما دمرهش ولا حاجة بس الجنتري بيتغزوا على الأكوان الميتة اللي فيه بنشوف ان سوبرمان بيقول للأبطال يا رجال احنا ماينفحش نفسها كتين كده احنا لازم نأسس فريق عشان المرة الجاية نعرف نردعه الفريق ده بيتأسس وبيبق اسمه جاستيس انكارنت بعكاب نشوف ان فيه واحد اسمه زابروفيسي ده بيخطف سوبرمان من جميع عنحاء المالتي فيرس عشان ينقذ العالم بتاعه سوبرمان بتاع ايرس 23 بيجي لبرايم ايرس بيجنة سوبرمان اللي احنا عارفينه بيتعاونوا سوى وبيحراروا السوبرمان احنا دياتي ممكن يتكلم على قدراته وهي قدراته هو عنده كل القدرات التقليدية بتاعت سوبرمان بالاضافة لده هملاك متميز وعنده قدرات قيادية عالية زي انه هو رئيس امريكا قائد الجاستيس ليج وقائد جاستيس انكارنت وعنده زكاء اصطناعي بيساعده اللي هو برينياك بس بعدك برينياك بيتجنن عليه وبيبقى عدوه لي الشخصية دي طم اقتباسها من شخصيتين حقيين اللي هو الرئيس الامريكي باراك اوباما والملاكم الكبير محمد علي كلوي هو مش اول سوبرمان اسود يتقدم كان قابله اثنين كان فيه سانشاين سوبرمان وسوبرمان بتاع ارسي دي وفيه واحد رابع بعده اللي هو فالزود بس كادي كانت حلقة سريعة تكلمنا فيها على سوبرمان كالفين إلس انا عايزك ديواتي تقولي في الكومنس انتا اي رأيك في الشخصية دي كنت تسمع عنه قبل كده ولا لأ متشوق انك تشوفه في عمل فاني ولا حدث الفكرة مش هتبقى كويسة احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة دي ده لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير لو انت مش عمل سبسكرايب اعمل وما تنساش تضرب الجرس